الحقيقة الولايات تختلف كل واحدة حسب طبيعة الظرف الخاص بها فيما يتعلق بشأن الخارجي يعني مثلا وجود الجالية العربية في ميشيغان وأريزونا سيتأثر بما يحصل في الشرق الأوسط من حرب في لبنان وغزة وفرطها إسرائيل في فلوريدا مثلا هناك جالية كوبية وهناك وقضية مختلفة تتعلق بوجهة نظر كلا المرشحين لكيفية التعامل مع كوبا على اعتبار أن أغلبية الموجودين في فلوريدا هم من المعارضين لنظام الكوب الحالي في ولايات الحدودية مع المكسيك مثلا الولايات التي تشهد تدفق عدد غير قليل من المهاجرين مثل كاليفورنيا وتكساس ونيو مكسيكو القضية مختلفة لذلك كل ولاية لها خصوصية الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها متعددة متنوعة لكن مشاكلها قد تختلف من ولاية إلى أخرى يبدو الشأن الخارجي في عدى هذه الولايات غير مؤثر كثيرا هناك عوامل أخرى أكثر تأثيرا في الولايات غير متأثرة مثلا بما يحصل في الشرق الأوسط نتيجة وجود جالية عربية ومسلمة أو ما يحصل في الولايات الحدودية مع المكسيك أو ما يتعلق بفلوريدا لذلك كل ولاية لها خصوصية المرشحين كل واحد لهم رأي مختلف مثلا فيما يتعلق بفلوريدا يبدو أن إدارة بايدن التي قدمت رؤى مختلفة عن ترامب في الانتخابات السابقة حول إعادة العلاقة مع كوبا استفادت الآن من هذه القضية هارس لم تكن متحمسة كثيرا للحديث عن إعادة العلاقة مع كوبا ورفع الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل محاولة تكسب أصوات الكوبيين لكن في الغالب أصوات الكوبيين في ولاية فلوريدا تذهب لترامب على اعتبار أن موقفه أكثر شدة وقد قطع العلاقات مع العلاقات التي بناها أوباما في فترة رئاسته الأولى وأعاد الأمور إلى سابق عهدها قبل إعادة العلاقات ميشيغان قد تبدو ولاية لا يمكن التكهن بنتيجتها في الغالب ميشيغان تصوت للديمقراطين لكن ما يحصل الآن في لبنان وفلسطين أثر بشكل كبير حتى أن عمدة ولاية ديربورن وهو لبناني الأصل قال وهو ديمقراطي على فكرة يعني مدعوم الحزب الديمقراطي وفاز بالانتخابات على أساس أنه ديمقراطي دعا الناخبين إلى عدم التصويت بناء على التوجهات السابقة وأعطاهم حرية الاختيار باختيار من يودون ترشيح على اعتبار أن هناك صدمة كبيرة من إدارة بايدن لما يحصل في الشرق الأوسط ترامب استغل هذه القضية وهو يحاول كسب تأييد المسلمين وذهب إلى ميشيغان ذهب إلى ميشيغان وعين صهرة زوج بنته اللبناني مسؤولا للتواصل مع الجالية في ميشيغان وميشيغان واحدة من الولايات المتأرجحة وحتى تفوز بالرئاسة يجب أن تحصل على على الأقل ثلاثة من هذه الولايات المتأرجحة صحيح من سبع ولايات متأرجحة أيضا ذهبت كمالا هاريس إلى ميشيغان أيضا في محاولة لكسب أصوات العرب في هذه الولاية ميشيغان ولاية مهمة جدا يعني الجالية المسلمة هناك التصويتة قد يكون حاسم في هذه الانتخابات كما تعلم مثلا هناك أعضاء مهمين من الحزب الديمقراطي مرشحين عن ميشيغان يعني مثلوا تحدي لترامب في مجلس النواب ميشيغان ولاية غاية في الأهمية لأنها ليست ذات صبغة ديمقراطية أو جمهورية بحتة قد تختلف باختلاف الأوضاع المشكلة الأساسية في ولاية ميشيغان الآن أنه ترامب له تجربة سيئة مع المسلمين عندما أصبح رئيسا أصدر حظرا على دخول المسلمين من عدد من الدول وهذا يشكل تحدي ما أرجحه أن عدد كبيرا من المسلمين والعرب لن يصوتوا لأي من المرشحين وهذا أيضا يصف في صالح مصلحة ترامب لأنه سيحسن من أصوات الديمقراطيين التي في الغالب تذهب إليها ولاية ميشيغان حاكمة الولاية كما تعلم ديمقراطية وحاكمة الولاية فازت بفارق جيد في الانتخابات الماضية بايدن استطاع الحصول عليها وهذه هي المشكلة التي تواجه الديمقراطيين ولكن في هذه النسخة من الانتخابات دكتور أثير هل تتوقع بأن كمالا هارس تطلق ضربة موجعة من هذه الجالية أو في بعض أيضا الولايات المتأرجحة التي لم يعجبها كيف تعاملت إدارة بايدن خلال الأربع سنوات الماضية مع بعض الملفات من الناحية الدولية وباعتبار كمالا هارس هي نائبة الرئيس وجزء من الإدارة البيت الأبيض نعم في الغالب نائب الرئيس لا يمتلك صلاحيات محدد يعني أنت تعلم أن النظام الأمريكي الرئيس به صاحب الصلاحيات نائب الرئيس صلاحيته الوحيدة هو ما يعطيه الرئيس من صلاحيات في الغالب بعض الوزراء كما يسمون في الولايات المتحدة يسمونهم سكرتري وليس وزير في الغالب صلاحياتهم أكثر من نائب الرئيس نائب الرئيس مهمته الأساسية انتظار أن يشغل المنصب ليتولى سواء بانتهاء الولاية أو بموت الرئيس أو عجلة حسب ما ينص عليه الدستور الأمريكي لكن ترامب استغل ذلك للهجوم على هارس باعتبارها جزء من المنظومة عدى ولاية ميشيغان لا يشكل عامل خارجي في الولايات المترجحة أي تأثير عدى ولاية ميشيغان طيب لماذا إذن يصر دونالد ترامب في يعني أعذرني على المقاطعة في كل مرة دكتور أزيل ولكن دونالد ترامب تحديدا في هذه الانتخابات لماذا يصر أو أصر في جولاته الانتخابية في عدد من الولايات على المواضيع الدولية والقضايا التي تهم العالم اليوم أمام الناخب الأمريكي إذا كان الناخب الأمريكي لا يهتم بالقضايا الدولية بقدر ما يهتم بقضاياه الداخلية في الغالب ترامب وكل المرشحين الآخرين يولون اهتماما بسيطا لما يحصل في العالم الخارجي إلا إذا كانت هناك قضية كبيرة مثل الحرب اللي كانت في العراق أو أفغانستان إذا تتذكر المناظر الوحيدة اللي صارت بين الطرفين البعد الخارجي ما استغلق أكثر من 10% من وقت المناظر لأن القضايا الأساسية اللي تشكل فرقا لدى الناخب الأمريكي الوضع الاقتصادي قضية السلاح الإجهاض المثلية هذه المسائل هي اللي تشكل قضايا خلافية كبيرة والعامل الاقتصادي هو العامل الأهم في عديد من الولايات كما أسلف سابقا بعض الولايات تمتلك خصوصيات مثل ميشيغن بسبب الجالي التي تمتلكها بعض الولايات العامل اللي تعلق بالإجهاض يشكل عامل حاسما مثل الولايات اللي أسكنها مثلا بسبب وجود طائفة المورمن هناك ولايات تمتلك خصوصيات وهذه الخصوصيات هي التي تعطي للمرشح فكرة عن كيفية مخاطبة هؤلاء الناس كل ولاية ترام يتحدث بها بلغة مختلفة وكذلك هارس طبيعة الولايات ماذا يريدون ما هي مشكلاتهم لكن بصورة عامة العامل الخارجي ليس مؤثرا كثيرا في الانتخابات الأمريكية قياسا إلى العوامل الأخرى اشتركوا في القناة